بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أيها الإخوة والأخوات المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعظم الله أجورنا وأجوركم بحلول ذكر محرم الحرام ذكر استشهاد أبي عبد الله الحسين عليه السلام وثلة من أهل بيته وأصحابه الميامين وأيام سبي عياله وذراريه بمصيبة أليمة احتز لها التاريخ أيها الأخوة والأخوات الكرام في عدد من الحلقات سنسلط الضوء على بعض الجوانب من حيات سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام من جوار مرقده المبارك ونبين بعض الخصائص التي امتاز بها سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام وما ذكر بحقه من المعصومين سلام الله عليهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذه الخدمة وأن يكتبها لنا ولكم إنه نعم المولى ونعم النصير أيها الأخوة المشاهدون الكرام ونحن نعيش هذه الأيام الأليمة نستذكر فيها الوقع العظيم والحادث الجسيم الذي ألم بالأمة الإسلامية من خلال مصيبة عاشوراء الأليمة ينبغي أن لا نغفل عن بعض المواقف بعض مواقف الشهامة والبطولة التي حفظها لنا كوكبة من أبطال واقعة الطف ونسترجع عددا من صور البطولة والفداء التي رسمها لنا مجموعة من الأفذاذ في يوم عاشوراء على جبين الدهر وهي باقية وما زالت خالدة وما زالت خالدة على مر التاريخ وتوالي العصور والأجيال ومن الأعظم الذين سجلوا هذه البطولات هو سيدنا أب الفضل العباس ابن أمير المؤمنين عليهم السلام هذا البطل العظيم الذي سجل أروع صور البطولة والشهامة والفداء والنخوة والإيثار أيها الإخوة الكرام لا يخفى على كل اليبيب ما للنسب من مكانة مهمة في حياة الإنسان فكل إنسان يرتبط بنسبه ارتباطا لا ينفك عنه شاء أم أبا فبعض الناس يفخر بنسبه لكونه من الأنساب الشريفة وهو ينتمي إلى أماجد عظماء وهذا في الغالب يحثه على السير على خطى أجداده وأن يحذو حذوهم كما أن بعض الناس قد يخجلوا من ذكر نسبه للؤمن فيه أو شيء ينتسب إليه كذلك لا يخفى على كل من له قدر معتد به من المعلومات ومن الفهم والإدراك أن مال الأسرة من أهمية بالغة في تنشئة الجيل وتربية الأولاد تبدأ من اختيار الحضن الطاهر الطيب المبارك من اختيار الزوجة الصالحة وكذلك من تخير الطعام الحلال إضافة إلى متابعة الأولاد بالتفهيم والتعليم ولا تنتهي عند المتابعة والتقويم بل تستمر إلى أبعد من ذلك ولعل سيدنا بالفضل العباس عليه السلام حظي بما لم يحظ به غيره من مكانة ومن رفعة لها عواملها منها أنه منتسب إلى أشرف شجرة عرفها التاريخ وهي شجرة الدوحة الهاشمية العلوية فهو العباس ابن علي بن أبي طالب ينتهي نسبه إلى عدنان العباس ابن علي بن أبي طالب ابن عبد المطالب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن خصي ابن كلاب إلى أن ينتهي نسبه إلى عدنان هذا من جهة الأب أما من جهة أمه فهو ابن امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب كما سماها أبوه أمير المؤمنين عليه السلام عندما خاطب أخاه عقيل اختر لمرأة قد ولدتها الفحولة من العرب فأمه فاطمة بنت حزام ابن خالد ابن ربيع ابن الوحيد ابن كعب ابن عامر ابن كلاب ابن ربيع ابن عمر ابن عامر ابن صعصع وهذه المرأة ولدت في بيت ذو شأن عظيم وأهلها أهل نخوة وشهامة وشجاعة وبطولة وفروسية وإيثار وإقدام أمها ثمامة بنت سهيل ابن عامر جدتها الأولى عمر بنت الطفيل وجدتها الثانية كبشة بنت عروة عروة الرحال أما آباؤها فهم يشار إليهم بالبنان منهم مثلا منهم أن عامر ابن مالك ابن جعفر وهو أبو براء وهو جد ثمامة والدة أم البنين كان له شأن عظيم ولقب بملاعب الأسنة حتى قال فيه الشاعر يلاعب أطراف الأسنة عامر فراح له حظ الكتائب أجمع ومنهم عامر بن الطفيل بن مالك وهو أخو عمر الجد الأولى لأم البنين وكان عامر أسود أهل زمانه أي أنه ساد كل الناس في زمانه وكان يفد على الملوك ملوك الفرس وملوك الروم وكان له شأن عظيم كذلك من أجداد أم البنين عروى الرحال ابن عتبة فكان له أيضا شأن عظيم وكان معروفا بالبطولة والشجاع فهكذا ولد سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام بين أسرة بين أسرتين بالأحراء أسرة بني هاشم المعروفة بالشجاعة والبطولة وأسرة بني كلاب لأمه فهو انتسب إلى أبيه من جهة النسب ومن جهة الشجاعة والبطولة حيث أن أباه أمير المؤمنين لا يقابله أحد ولا يقف في وجه أحد في الحروب كذلك ولد من أم من نسب من أم تنتمي إلى نسب شريف عريق فولد سلام الله عليه بعد أن تزوج أبوه أمير المؤمنين بفاطمة ذات النسب العريق وهي من النساء الفاضلات العفيفات الكريمات التي ما برحت تحن على الحسن والحسين أكثر مما تحن على أولادها أو تحن على أولادها فهذه المرأة العظيمة هي التي تربى في حجرها أبو الفضل العباس وفي حجر أمير المؤمنين عليه السلام حيث ولد سيدنا أبو الفضل العباس في الرابع من شهر شعبان بعد ذكرى أخيه الحسين عليه السلام ولد بعد يوم من حلول ذكرى ولادة الحسين عليه السلام فكأنما هذه الولادة شاء الله أن تكون بعد ولادة الحسين أي أن ولادة ذكرى ولادة أبو الفضل العباس تتبع ذكرى ولادة الحسين عليه السلام ونشأ أبو الفضل العباس في حجر أبيه أمير المؤمنين وفي كنف أخيه الحسن عليه السلام وفي كنف أخيه أبي عبد الله الحسين ولازم أخاه الحسين طيلة حياته إلى استشهاده يتبع أثره فكما أنه ولد بعده مباشرة فأتبعه في الولادة كذلك أخذ يتبع طريق أخاه الحسين أو طريق أخيه الحسين حتى استشهاده سلام الله عليه ولا يعصي له أمرا ولا يقابله برأي يفعل ما يأمره ويتفدى له حتى أنه كان لا يقول لأخيه الحسين أخي وإنما يقول له سيدي ومولاي فكان يرى في الحسين إماما وحجة وكان يراه أهلا لأن يقتدى به فكان أبو الفضل العباس عارفا بحق الحسين عليه السلام عالما بشأنه عالما بمنزلته فكان يتبعه أثر الفصيل كما في قول أمير المؤمنين عليه السلام في شأن رسول الله أتبعه أثر الفصيل إثر أمه فكان أبو الفضل العباس يتبع أخاه الحسين في كل قول وفعل ولا يختخلف عنه في شيء فسلام الله عليك يا أبو الفضل العباس يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا ممن يخدم زوارك ويخدم شيعة أبيك أمير المؤمنين وأن لا يفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة وبركاته